موضوع رأس الحكمة كان الناس لازم تفهموا ببساطة فأنا يعني اتكلمت مع الناس بفكرة ايه انت عايز تعرف هو بيع ولا هو شراء ولا هو حق انتفاع الفكرة ببساطة خد مثال خد مثال علشان توصلك المعلوم انت دلوقتي عندك حتة ارض تمام وعايز تبنيها ومعكش سيولة كافية علشان تبنيها فراح اشترك مع حد فروحت لمقاول قلت له تعالى انا هنعمل شركة مع بعض انا بامتلك فيها حصة 50% وانت بتمتلك فيها حصة 50% انت اللي هتكلف وانطلع وانبيع الشواء فانا هاخد نص المكسب وانت نص المكسب قالك ماشي بس ده انت اخدت 65% وهو انت اخدت 35% وهو اخدت 65% اه ما هو انت في الاتفاق علشان عندك سيولة دولارية قلت له ما تديني جزء من المكسب مقدما فالديني حديك 15% زيادة واديني دلوقتي 35 مليار دولار وايه انت هنا برضو فيه من المعلومات لا انت في النهاية كمان ما انت بتخيم جنة الارض وهو هيصرف كام وبالضبط ايه ما انا جايلك هو بقى الفكرة ايه كمان ان بعض الناس ايه قالت انت هتاخدت 35% من الارباح لا على فكرة انا مش هتاخدت 35% من الارباح انا بناخد 35% من الاصول ومن الشركة المالكة لكل شيء ومن المبيعات يعني انت مالك الشركة اللي اتعملت دي انا مالك فيها 35% ايه فانا مالك فيها كل اصولها وكل ما بيعاتها انا هاخد منها 35% ده هو هو اللي هياخد 35% من الارباح وانا هاخد 65% من البيعات لانه كل حاجة على ارضي لانه بص بقى ايه خد بقى المكاسب تمام اول حاجة انت دخلك 35 مليار دولار كاش حلولك ازمة السيولة الدولارية اللي عندك وخلتك تنزل بالسعر وحتنزل بسعر موحد للدولار فتجيب مستثمرين تنيين رقم اتنين عندك 150 مليار دولار هيتصرفوا على الانشاءات الفلوس دي برضو هتخش البنك وعندك ليه لانه لما يدخل الفلوس دي بيدفع هو بالجنيه هيدفع مرتبات بالجنيه وللشركات اللي حفر بالجنيه فهيغير فهيغير 150 مليار دولار دول من البنك تمام رقم 3 هتشغل قد ايه هتشغل عمالة قد ايه واهم حاجة في الاقتصاد اللي بتزبط كل الاقتصاد انت بدل على البطالة والعمالة فرصة عمل اخلق فرص عمل كتير هتزبط كل حاجة في الاقتصاد طب والمنتجات اللي هتستخدم في الكل شيء رقم 4 ما هو لما ييجي بقى يشتري اساس ويشتري اسمنت ويشتري حديد ويشتري اسلاك كهرباء ويشتري لومط ما كل حاجة دي من عندي هتخش فشغلت الشركات المصرية والمصانع المصرية بعد كده مش الشركة دي أصلا هتدفع ضريبها وحتدفع رسولها وحتدفع غاز ومية وكهرباء فحتوفر زيادة في موارد الدولة لا ده انت هتاخد ضريب كمان من مين ما هو انت اخدت ضريب من الشركة الأم وبعد كده الشركة الأم دي هتروح تبيع مول يتفتح فيه مؤسسات تجارية طبعا أو فندق فهتاخد ضريب تاني من الشركات اللي هتشتري جوه الشركات طب رقم 6 تحسين مناخ الاستثمار وسمعتك انت الناس كلها من 10 سنين ولا من 5 سنين بلد دولة فيها إرهاب النهاردة بقيت الأخبار الصحف كلها في العالم الاقتصادية بتقولك ده المكان اللي جاي دلوقتي لان الشركات المالتي ناشنال بتتحرك زي القطيع لما بيلاقوا شركة كبيرة دخلت هنا بيقولك ده هيكسبوا فالح أخش أنا كمان علشان كده هتلاقي الفترة اللي جاية صدى الصفقة دي فعشرات الصفقات الأخرى احنا قاعدين نسمع عن مشروعات جديدة احنا عملين شوف عدينا كم حاجة بس انت لسه في واحدة مهمة فات السياح السياحة 8 مليون سائح مستهدفين طبعا متوسط السائح لو بتلات تلاف دولار بس في المرة في 8 مليون تخيل انت المبلغ عد بقى كل المزايا دي هو حيخش آه حيدفع فلوس حيطلع بمكسب وبعد كده حيبيع ويبقى الموضوع ملك المصريين وملك اللي حيشتري زي أي مطور عقري بالضبط بيعملكم بارض بيبقى ملك الناس هم نفسهم الإخارات عندهم مراس وعندهم ميفيدا وعندهم أبطاون كيرو وعندهم أبطي إيه مشروعات نجحة في مصر فلما بتبسط بقى المعلومة بالطريقة دي بيبتدي بقى الناس آه دا الناس دي كتكذابة دا الناس دي مش عارف مين قيس على كده بقى عشرات الملفات